بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله مع سلسلة السيرة النبوية الطاهرة حقيقة في دقيقة مع الحلقة الثامنة والتسعين بعد المئة مع حجة الوداع في الجزء الأول من بين ثمانية الأجزاء في ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج هذه السنة فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم قال جابر رضي الله عنه فلم يبقى أحد يقدر على أن يأتي إلا قدم سميت هذه الحجة باسم حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج بعدها خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة المباركة أكثر من مئة ألف حاج وخارج صلى الله عليه وسلم بكل نسائه التسع رضي الله عنهن أجمعين والسلام عليكم وخارج صلى الله عليه وسلم وخارج صلى الله عليه وسلم